رغم الدموع والدماء تبقى الكويت عصية على الانكسار بلحمة أبنائها صفا واحدا ضد الجريمة الشنعاء التي استهدفت اليوم صلينا صائمين في مسجد الإمام الصادق وأوقات عشرات الشهداء والجرحاء نستنكر هذا الحادث لإرهاب الجبان وطبعا ما في شك أن هذا الحادث يهدف إلى شق الوحدة الوطنية واللحمة الوطنية مؤكدين دائما وأبدا أننا شعب واحد متلاحمين الذي يراد منه هو النيل من الكويت ووحدة الكويت وشعب الكويتي وضرب وحدتنا الوطنية ولكن نقول لن تستطيعوا الكويتيين متحدين متضامنين ما هذا العمل الجبان إلا يوحدنا أكثر وأكثر ما هذا العمل الجبان إلا يقوي جبهتنا الداخلية في بلد التسامح بلد الإسلام بلد التعايش بلد احترم الأديان احترم المذاهب أن يكون كذلك في دولة الكويت هو منعطف الكويت حقيقة يعني ما بتستاهلة أولا وهي بريئة منها ولكن هذا بكل تأكيد هذا هو المشروع الصهيوني اللي يستهدف كل أمتنا ويجب علينا جميعا الالتفاف حول قيادتنا وإن شاء الله بإذن الله لن يقدروا أن يضربوا الوحدة الوطنية وكلنا قلب واحد بإذن الله دعواته النيابية لسد الثغرات القانونية ولتفعيل التشريعات التي من شأنها حماية الوحدة الوطنية وتجديد العقوبات على رؤوس الفتنة سنعجل إن شاء الله في كل الأمور اللي من شأنها معالجة جميع الثغرات الصحة التعبيد سواء كان الثغرات في برامجنا أو الثغرات في الرسالة الإعلامية وأيضا فيما يحدث حولنا من تصدي لما هو معروف بالإرهاب هذه الأحداث الأليمة وأكدت على ترابط الكويتيين ورفضهم لهذه الهجمة الإرهابية ووقوفهم تحت راية القيادة السياسية لسمو أمير البلاد حفظه الله الذي كان في موقع الحادث بعد وقوع بلاحظات مما يدل على تكاتف الكويتيين قيادة وشعبة لقناة المجلس طارق السهو